اشتركوا في القناة لها مترجم بالعربية تجيب عن اسئلة الجمهور نجم بوليوود فاروندوان يفاجئ معجبيه ويعلن تاريخ عقد قرانه بحبيبته ناتاشا دلال نجمة بوليوود نور فتح تخطف انظار الجميع اثناء حضورها لحفل زفاف بدبي وفيديوهات حصرية لها بالصوت والصورة وقبل عرض التفاصيل لا تنسوا دعمي باللايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد واذهر تفاعلكم في خانة التعليقات لوضع اقتراحتكم وتشجيع لي من اجل تقديم المزيد ان شاء الله وإليكم التفاصيل أخيرا وبعد انتظار طويل اعلن نجم بوليوود فاروندوان خبر زواجه من حبيبته ناتاشا دلال وبالتالي تم تحديد تاريخ الزواج في الرابع والعشرين من هذا الشهر اتقام والدي فاروندوان بارسل دعوات الزفاف الالكترونية الى الحضور اتقام احتفالات الزواج ما بين الثاني والعشرين الى الخامس والعشرين من يناير كما كشف فاروندوان حصريا لصحيفة بينك فيلا بانه سعيد للغاية لان هذا سيحدث اخيرا كما اضاف انه حفل زفافه سيكون حفلا بنجابيا بامتياز واذا كنتم مهتمين بحفل زفاف فاروندوان وتريدون معرفة صفاصيل زفافه والشخصيات البوليوودية التي ستحضر هذا الحفل اخبروني بذلك في التعليقات لقد عادت نجمة بوليوود كاجول الى الصحة الفنية بقوة منذ بداية عام 2020 من خلال اطلاق فيلمها الجديد تريبانغا واصبحت حديث الساعة وانهلت عليها الصحف الهندية بطلبات المقابلة والاستجواب اذ انه من بين الاسئلة التي طرحت عليها هو اشكالية اعتراض والدها شومو مخيرجي على فكرة زواجها باجايا ديفغان اذ اجابت عن هذا السؤال عند لقائها بصحيفة ميداية اذ قالت بصريح العبارة والدي كان ضد الزواج في الرابع والعشرين قال انه يجب ان اعمل اكثر قبل ان اقوم بعقدي قراني وكانت امي داعمة لي واخبرتني ان اتبع ما يمليه عليه قلبي لقد كنت محدودة جدا لان الجميع من حولي دائما يدافعون عني لذلك فعلت بالضبط ما اردت القيام بها لم يكن علي مواجهة النظام الابوي او ربما واجهت الامر دون ان ادري كذلك لانني قد اكون غافلة عن كثير من الاشياء وانتم في نظركم هل هذا يشير الى ان كاجول قد ندمت على زواجها من اجاي ديفغان اخبروني برأيكم في خانة التعليقات والان اليكم هذا المقطع الحصري لكاجول وهي تتفاعل مع تعليقات الجمهور اشتركوا في خانة التعليقات اشتركوا في مرات القهون اشتركوا في القهون انا سمنا البقية اكتبه اتوأر سمنا بعمال لقد تصدرت ناجمة بوليوود نورة فتح عنوين الصحف مرة أخرى عندما خرجت مؤخرا وهي ترتدي زيان مغربيا تقليديا يسمى بالقفطان المغربي إذ لقبوها بأميرة القفطان أثناء حضورها لحفل صفاف في دبي اتجعلت الجميع ينبهر بتفاصيل الفستان المغربي المليء بالأحجار الكريمة والمرصع بالجواهر الذي يضفي عليه طابعا ملكيا إليكم هذا المقطع نورة؟ ترى أنت متناغة؟ لا، أنا عزيز علي بالمجيز الحضار، المشطاح، الدنابل صفي هل هي ماذا؟ هل هي ماذا؟ صفي، شنيك مرحباً اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة